هو قام جلس التصوير مع مجلة أمريكية تدعى باسم جي كيو مجلة أمريكية شهيرة قامت بإجراء حوار معه تحدث في هذا الحوار قائلا مثلا عن قصة لأول مرة يحكيها بأنه كان هناك سارق قام بسارقة منزلهم في مصر ثم بعد ذلك اكتشفوا بأنه لا يجد قوط يومه فقرر محمد صلاح العفو عنه بل ويعطاؤه أموال لمساعدته فكان أمر جيد لكن الغير جيد في أن الصور تلك التي قام بالتقاطها محمد صلاح أثناء جلس التصوير مع تلك المجلة الأمريكية والتي تم إنشاءها في عام 1931 وهي مجلة أمريكية شهيرة تقوم بعقد لقاءات مع المشاهير وتقوم بعمل جلسات تصوير لهم هو أن يرتدي قميص ليفربول القديم وعليه إعلان لإحدى شركات الخمور تلك الصور سببت حالة كبيرة من الغضب لدى المتابعين لمحمد صلاح الذين يرون فيه بأنه نموذج وقدوة ناجحة لكل الأجيال القادمة لذلك عاب عليه كثيرون أن يرونه في هذا المشهد المخالف تماما لقيا محمد صلاح التي تربى عليها كنا دائما نجده مع إيسي روما يمسك بالمصحف على الفور إذا سجده مع كل هدف ولا يزال يقوم بهذا الشيء سجده مع كل هدف في ملعب الأنفلد أو ملاعب الدول الأوروبية جعلت هناك حديث كثيرة عن الإسلام وتقليل من ظاهرة الإسلاموفوبيا سواء في مدينة ليفربول أو في عموم إنجلترا بل إن جماهير ليفربول تقول له احرز مزيدا من الأهداف وسنصبح مسلمين في أغنية يتغنون بها مع كل مباراة دعما منهم لمحمد صلاح لذلك تلك الصورة التي نشاهدها على الشاشة لدينا أصابت الجميع بحالة كبيرة من الحزن لأنهم لا يتوقعون من محمد صلاح هذا النجم الكبير أن يرتدي تشيرة عليه هذا الشعار لإحدى شركات القمور خاصة أنه كان في وقت سابق نجم إشبيلية فريدريك كانوتي كان بيلعب في إشبيلية وكان هناك إعلان لإحدى شركات المراهنات ورفض ارتداء تشيرت وقال لهم بأنه مسلم وأنه يرفض مثل هذه الأمور وبالفعل ردخ النادي الأسباني وردخت الشركة واحترمت ديانته محمد صلاح نجم كبير أعتقد بأن الجميع يتهافت عليه لديه صورة ناجحة بالنسبة لكثيرين داخل الوطن العربي والأمة الإسلامية لذلك يتمنون منه دائما أن يشاهدونه في أفضل حلة وأفضل صورة دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة تلالة لدينا جانب من جلس التصوير التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الأسف الشديد حتى محمد صلاح في المطش الأخير لمنتخب مصر أمام نيجيريا في بطولة كاس الأمم الإفريقية لم يكن الأداء كما هو مطلوب وهزم المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري وكان الأداء دون المستوى وكان هناك حديث كثيرة وعلامات استفهام كبيرة عن أداء محمد صلاح ورفاقه في ظل قيادة فنية هاجمها كثير من أبناء الشعب المصري اشتركوا في القناة